سلام خياتي وكامل اللي راكم تشوفوا فيها كامل لحباب نقول لكم نشكركم بزيب 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 وشكرا شكرا شكرا وربي يحفظكم لدعمكم وربي يعطيكم ما تتمنى ونبدأو لفيديو تاليوم رايح نعطيكم شاربات يعني روعة رايح نبدأ معاكم شوية في الصفات قبل ما نبدأ التنظيف لرمضان وندخلو إن شاء الله في التنظيف العامق كي ما وعدكم ألو هنا عندنا شاربات من تجاربي شوفوا درتها يعني شوفوا روعة أكثر أحسن 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 منتع المحلات اللي بيعوها برا في رمضان وبدون حفظ استريك بدون أي مواد حافظة وتعطيكم شوفوا واحد البنة ما نحكي لكم شكي تجربوها تحكموا راهي طبيعية وجدو لذيذة هنا عطيتكم وصفتين وواحد زوج تدابير رايحين تشوفوها معايا نبدأ وبسم الله هنا عنا كمية من العاصر كي ما شفتوني عصرتها في آلة العاصر أو في آلة بالآلة على اليد عادي تعصروها وتديرو كمية اللي راكم بغيينها في الطاس تحكم أي طاس عندكم مكسر وتديروها في حتى بالبغاء مكسر وتنجح معاكم حتى في الروبو تنجح معاكم في الطاس كي ما هكا تعربوا للمكسر وتنجح معاكم هنا شوفوا الكمية اللي خضيتها تعالجو درت شوية عاصر حامض كي ما عصرته ودرت معاه الكمية تعالما هنا بشط على حسب الحموضة اللي بغيتوها نحن نبغوها شوية حامضة نتوما اللي تبغوها قيس قيس كي ما بغيتو ديرو الماء وذوقه شفتوا الكمية على رميتها التاعي اللي رميتها فيه احنا كمية من القارص عصرته شوية ما بارد ندير السكر احنا درت كاس ونص ستع سكر زب نصف الحليب هذا شوفوا رميت هذا كاس تعاليتها يصغير ولما خلط خلطها يعني مكسر الضقت لقيت ناقص شوية حليب أنا نعرف الكمية بالذوق زد هذه الكمية الصغيرة ها هي تعال كاس تعاليتها كي ما راكم تشوفوا معنتها الكمية هذه تعطاس العبار هذا الدمعاية تكون واحد اللي ترا هذي دمعاية هذي كالكمية تعال حليب كملتها ودرتها تضغط السكر لقيتها هنا قص حلاوة وحطيتها على جهاز وكنو نوريكم طريقة التزيين وراه وجاهز يعني طريقة للوصفة الاولى هنا النوع الثاني للشاربات أنا هنا نظن هذي كامل تعرفوها ولكن أنا هنا زيت النعناع شوية كمية زيادة علاش لأنه كما نعرفوا القارس مهدئ للأعصاب وتاني النعناع مهدئ للأعصاب ويعطي يدير النوم العامق ويرخي هنا كثرت شوية نعناع درتوا شوية زايد درت هذي كشوية تعاصير القارس والما كيما قلت لكم بارد على حسب الكمية تعل الحموضة ما نقدش نتحكم لكم في هنا يعني الذوق تعل الحموضة اللي بغيتوها هنا كيما راكم تشوفو أنا ذوقت السكر ثاني على حسب الذوق ديروا السكر بشوية وذوقو كيما راكم تشوفو هنا ها هي الوصفة التاعي الأولى شوفو روعة ما شاء الله درتها لكم كيما اللي بيعوه درتها في صاشي وزينتها بقطع من القارس أو الليمون شوفو بوش شربت مفارك والله العظيم صدقوني أحسن من تاع المحلات وراح هي يعني صنع منزلي وتعارفو يعني خدمتوها بيدكم وتعارفو شا درتو فيها وشوفو روعة وهذي كشوية تعال الحليب عطاها ذوق راهيب ولا أروع شوفو بنا راهيبة جربو وحكمو رانا غير بيها شوفو سيخطور هل القارس يعني اللاسيزون تاعه غير بروفيتو لوقازيون نحط لكم كيفية تجميد القارس تاعي وبالسوال قوشور سوال عاصير نوريكم ونعطيكم المركز على الليمون وشوفو يعني الطرق اللي استعملتها للقشور القارس الوش تستعملوها وكيفاش تحتافظو بها الفيديو الجاية اهنا رايح نعطيكم قشور الليمون المعسلة لعدة استعمالات احنا وش نديرو؟ اهنا تحكم من بعد ما حصرنا القارس تاعنا ما نرموش القشور أبدا حاجة ما تترمى نحكمو القارس تاعنا نقشروه اهنا كما راكم نشوفو نخلو الا القشرة رقيقة هذيك اللي من الفوك نحاولو ما ندوش من هذيك القشرة البيضاء باش ما يجيناش التدبيرة تاعنا راح نعطيها هكم قارسة يعني مشي قارسة تجي مرة عفوا مشي قارسة مرة قروصة احنا نحوسو عليها نقشرها كما راكم تشوفو غير بالعقل راني يعطيتكم زوج وصفات للشاربات وتدبيرة لقوشو القارس باش ما ترموهمش هنا نقشروها كما راكم تشوفو رقيقة وهذي القشور ما نرموهمش هذو اللي الداخل بس كرا فيهم شوية الحم تاع القارس راكم تشوفو فيهم لحمين انتو ما خبيوهم وانا رايح نعطيكم تدبيرة صدقوني رايحة تفيدكم بل بزات روعة دسوهم ودوك تشوفو خبيوهم في المجمد ودوكو نعطيكم التدبيرة اللي تستعملوها قبر رمضان ان شاء الله رايحين تدعولي نكملو شوفو هذي القشور تستعملوهم للدجاج لما تجو راحين تنظفوه قادر صديبوه وحنا ما حصيناش طحية اونبان ما عندكش القارس ما عندكش القوشور ما عندك ويلوه تنظفوه قادر صدقوني رمضان ان شاء الله تنظفي القارس وخاصة ان يعقموه تخبيهم كما اراهم في الثلاجة وتجبدي تحطيه بالعقل لقبل الوقت ببنو الساعة ولا هو بالخاف يضيه قانجل القارس وتخدمي به عادي تنقي به تاعك هذي اللي تخدمي به تنظفيهم اللي تخدمي به تنظفيهم اللي تخدمي بهم اللوحم والدواجين والتدبيرات الأخرى الكبيرة اللي راهي جاي خلوها خلوها مفاجأة رايحة نعطيها هكم لهذا القشور رايحين تشوفوها معايا ان شاء الله صدقوني رايحين تدعولي ما متستعملوه يعني للريحة الزكية الطيبة للكل المطبخ و للبالكون تيحكم تريح روعة معاها واحد الفايز شوفوهم معايا ان شاء الله خبيوا ما تخافوش هاي جاي بزاف تدابير اهنا نقطعوه كي ما راكم تشوفو لي شرائح جدو رقيقة هكا ما ندروش بالليس كرفاج لا لا هذا التدبير اللي رايحة نعطيها لكم تستعملوها في الحلويات في الكريمات تستعملوها في التحليات خاصة اللي رمضان اهنا واش نديرو نغلو المتاع نازوج مرات الى ثلاثة ندرو غير كمية صغيرة تعماء نخلوه شوفو غير يغلي غلية ونطفيو عليه ماش نطفي عفوا يغلي غلية ونصفيوه ما نشلوش منصفيوه برك اهنا عطيتكم التدبير التانية اهنا رايحين نعملو فواكه المعسلة هنا تقطعو مكاريات حكا شوية انا اتجاوني شوية صغير ما قلعونيش اهنا الغلية اللوله رايحة نرمي هاذا كل ما ونزيد ندلح الغلية الزوجه تبغوا الغلية الثالثة كيف كيف انا غليته زوج مرات تبغوا تلتمرات عيالجة المرورة باش تنحى ها هو تلتمرات بصح غير الغلية وترمو الغلية اللوله تصفيوه وتعاودوا الغلية الزوجه غير يبدأ يغلق ترميوه تصفيوه ازيدو الثالثة ولا اثنين بزاف تصفيوه وتعاودوا الغلية شوية ما نصف كاس تعلاتي ودور السكر سكر شفتوش حال الدمعية كاس ونصف تعلاتي شوفوا كاس هذك تعلمه تعلاتي الدمعية كاس ونصف نفس العبارة على الكاس سكر ودرت على نار خلط مليح مليح وخليته يتعسل ماشي يتكرمل يتعسل ها هو راكم تشوفو فيه شوفو معسل ما شاء الله ونقول لكم كيفاش تخبيوه تشوفو تستعملوا والا ما شاء الله شوفو صدقوني تاكلوه هكك تاكلوه كيمارا يعني ما متغزيه بسنينك تاكلوه حلو ما شاء الله داخل حلاوه على حموضه مشي حلو 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 حلاوه على حموضه ههنا وين تديريه تديريه في التحليات تديريه في الميرانج تاعك تديريه في القاطو تديريه في المانيشعر في الباتيسخي تديريه في التخطوصي تزوقي به الدكوري به من الفوق شوفو راو عم شاء الله راح نشوفوا معي عدة وصفات ترقبوها ان شاء الله قبل رمضان وفي رمضان ان شاء الله وانا نعطيكم وانتوما ثاني انتوما وذكاء تحكم احنا هذو كما راكم تشوفوا فيهم الفوق المعسلة عملتها كي نفس الشي مع الشرائح اللي عملتها كيف كيف كيما شرائح هذا الرقاق عملت ثاني شوية ما وشوية سكر وخلط خلط خلط وخليته يتكرمل عفوان خليتهم يتعسلوا غير شوية كي ولاو كيما هاكا معسلين كيما هاذ الشرائح انتوما دردرت عليهم شوية سكر وخليتهم ينشفوا فوق ينبلونش هكا وراح نخبيهم هنا تبغو تخبيهم هكا كيما راهم في المجمد انا كيما فهمتكم انا نبغي نحب هاذ البلارة تعزجاج سحيين ومضمونين ويشدو لك لمدة اطول مبغيتيش تاني ديري هاذ الطريقة هاذو اللي صاشيت هاذو اللي يتقفلو راهم يتباعوا فيها خمسطه شين وحده باااااااااااااااااااااااا اخباروا باااااااا ..كمسطه شين وحده باااااااااااااااااا. شيريتهم من عند اللي يبيعوا يبيعوا دوزان الحلويات بااش تقصني هاراني جاوبتكم يبيعو دوزان الحلويات هاراني بيعوهم فيها 15 واحدة ب18 نالف وكما راكم تشوفو كيف يجاوه ما شاء الله وتخبيوهم في المجمدة تحكم وانهارا الي جوا تستعملوهم تجبدو غير بالعقل بشوية رايح ينتنحو معاكم بكل سهولة هنا شوفوا سبحان الله القارس كي قضى لي و جب لي القارس شوفوا القيدة القارس على شكل قلب خلاص هذا الحبات على القارس القلب هذا نهديه لكم ان شاء الله يا ربي تعال محبة تعنو ان شاء الله ربي بعد علينا العين هارا هم تشوفو فيهم القارس قوش والقارس ما ترميوهم وهنا هادو ثاني ها هو العاصير اللي يبقى دوك شوفو نفرغاه في قوبلي في جو طابل وندسها نخبيه هنا واش تستعملوه لما تعملي القدر نعطيك افكار من افكاري وتجاربي لما تستعملي القدر يعني راحت تسقي البسبوسة ولا راح تخدمي البابا تسقي هالشير بيت تديري منه شوية مغرف كبيرة ولا زوجي مغرف كبيرة راح في هالعطر تعلق القارس ولا تجي تخدمي لأي حلويات اي حاجات وكتشوفوهم كامل معي ان شاء الله اطلبوا برك الصحة والستر ان شاء الله تعجبكم لفيديو ما تنسونيش باللايك انحبكم وشكرا لدعمكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة